اشتركوا في القناة ليش غريب يا اخي بتحبني بصراحة بحاول اني يحبك رجعان دكتور جواب مباشر نعم او لا وبدون مجاملة والعم على هالشغلة ولك يا اسلام انت فيك اشياء بتنحب واشياء ما بتنحب بشريا محبتك صعبة مسيحيا انا لازم حبك كمان جوابك ما نواضح دكتور لك يا اخي خلاص خلاص بحبك ايوه هيك ها هلا ريحتني وانت بتبادلني نفس المشاعر يا ترى ما فيني دكتور ما فيني وليش ما فيك المحبة من الله يا اسلام هاد القول باطل دكتور مو كل محبة من الله اذا انا حبيتك بكون عم خالف العقيدة اي عقيدة عقيدة الحب في الله والبغض في الله قال صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ما فهمنا شيء بدك نروح الفقه ونشرحها لا ارجوك بلى فقه اليوم اشرحها بكم كلمة ايلا على الله الاتكال الحب في الله يعني اني انا بحب الشخص لانه عنده ايمان وتقوى بالله وبحب الله ورسوله والبغض في الله يعني اني بكره الشخص لانه كافر وما بحب الله ورسوله لا تجدوا قوما يؤمنون بالله وباليوم الاخري يوادون من حد الله ورسوله واضح دكتور ما بيصير اتودد لشخص بحيد عن الله ورسول ايه هلا توضحك يعني لما بتقول انك بتحبني بتكون عم تنافق انا بحسب ما بذكور ما اعترفت ولا مرة اني بحبك دكتور ليش هيك عم تفتري علي ايه العفو العفو منها عفو الله عنك دكتور عفو الله عنك بعدين بالانجيل كمان مكتوب بحسب ايمانكم يعطى لكم يعني بيقدر ما تحب الله والرسول بتاخد محبة الحقد والكراهية اللي فيك يا سيد اسلام هنه سبب مصائبك النفسية كلها و الله كله محبة و نور لا بغضة ولا ظلمة فيه و محبتك المشروطة انا بستغني عنها بصطف الدكتور انت الخسران